أصل للدرج وتأخذ الطبنجة وتشد أجزاء وأكيد مش سيبك تعمل كده وتفرج عليه لو كنت متخيل إن حاسبك تدخل بيت وتخرج منه عادي أسليم الموت عندي أهل من إن حاجزة دي تحصل لي تعتبره حاصل تعتبره حاصل عشان ندمشي حنالتين أنت لها تندم على كل اللي عملته وكلت يتحجنت علي في بيتي ورفعت علي السلاح ده تدفع تمن وغالي قوي زي ما تدفع تمن كل جرائمك اللي انت عملتها أنا ممكن الجرائم اللي دخلت بيتك بس انت بسبت ليش حل تاني لك البلاو اللي انت بتقول عليها دي أنا باريه منها باقي بقعد واسمع عشان تشوف الحقيقة بعينيك حقيقي اللي بتتكلب عنها أسليم ده لسه راجع دلوقتي من الغرزة اللي انت قتلت فيها تايسون ولسه مخلص كان عمي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بين دهولك باسمك أنا فعلا روحت للغرزة بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت هلو نظريت المؤامرة دي العالم كله بيعطى أمر عليك قصة أسليم بس كنت جاي مخصوص عشان تحكيلي الكلمتين دول فهمهمش لازمة شوف لك سكة تانية ما تفكر معايا سلاح بيه وأنا ليه ممكن قتل تايسون أنا ما فكرش أنا أسأل انت ليه قتلتوا أنا ما قتلتوش مال مين اللي قتلوا اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد وهم كمال اللي زقوا تايسون علي عشان إيش هتزور رجعانة تاني للأفلام الأمريكاني تب قولك يا سلاح بيه بتاعدنا رجع كده للحكاية من أولها ميه اللي خبط ندب العربية وزياد صوره ابن لطفة بالمجد والورقة ده بيقول كده فيه الورقة ده لطفة بالمجد بيقول إن ابنه كان في العين السخنة ساعة الحدسة صح؟ أيوة كل الشيء ده أسباته كده كل دول كدبين تليفونات تامر بيقول إنه ساعة الحدسة كان موجود وبعدين بشوية طلع على البيض بعدين على العين السخنة يعني تامر طلع على العين السخنة بعد الحدسة مش أجليها بس ده مش دليل على إنه هو اللي خبطها بس ده دليل إنه هما بيجدبوا ليه هيجدبوا لو هما مش عاملين حاجة غلط ومشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود إشهادهم إن تامر كان في العين السخنة ساعة الحدسة؟ مش يمكن خايفين منك؟ وإنك مهددهم بإنك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدش منهم رشبه؟ قال مش فهمت ليه بصور تطلع على الشتاب؟ لأنك فعلاً تشطني الحكاية دي مش يا سيد أنا شطني بس خلينا أكمل لك الحكاية لطفي بعد الحدسة أكلم محمد اللي كان عندي تميم ساعتها وبعد ما راح له كلمه نشهد عشان يجيلهم يعني هما التلاتة مجنصارين عند لطفي زي ما قالوا لسه ما جمعتش بارده الكلام؟ أنا مش فهم انت عاوزت وصل لإيه؟ معين كل الحاجات اللي انت بتقولها ديه لأي جريمة ولا دليل إدانة ولا أي حاجة من الحاجات ديه؟ إعلقتتهم القضية؟ أنا إعلقت بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمطش عينك على حقيقة وسبنا كاملة بعد ما نزلت من عندهم كلمه الأمين زنتي ورحلوه إيه اللي يخلي زنتي يروحلوه في وقت متأخر زي ده؟ والتلفونات بتقول إن هو نزل من عندهم وراحل إيسا وفوداً يكلم رفاع اللي كان نبطش الليلتها معي وبرضو قعد يكلم لطفي وحمد كذا مرة بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منيه؟ الورق ده ما يخرجش جربازنا اليابة فريدة صح؟ أنا مش هستدق إن هو ده اللي شغلك وحبل المشناء ملفوف حوالي الرئيب دي لو شغلك أول ورقة جيبته منين؟ تقدر تجيب إذن النيابة وتجيب زيه؟ على فكرة لي هو وهو بالظبط طيب ما يزالي طيب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب في الجنين قهوة وتقول كل الكلام ده يبقى في محضر رسمي مش هياسي أنا مش هاجي تحت ايدكو تاني أنا اديتك أول خطة عشان تكيب برقتي لما تجيب لي برقتي هجرش معك اللاهو وانسف لو دخلت بدك مغير استئزان موسيقى موسيقى انا اريكي سودة موفيي هات؟ لا كل ما تكلمك عن حد طبعا تقديد لوب ما تهدأ يا حاج خلينا نفهم إيلا حصل مين قال بس حاج إن إلا قتلتوا انت في كن عشمان ولا إيه أمان مات إزاي يا زنادي قدر ما ماتر أنا اقترض على قدر ربنا كمان يعني إيه مات بقى أزمع الباية وحطمك أنت مش لساعل إنه تقتل قد قتل يا حاج بس ورحمة أمي ما مدت إيدي عليه أنا مدت دماغي بس ما بطل حركتين بتوعك دولي أنا وتخلصت إيه وليه ليه ما يعمل علينا حواديد ما هو واطي وتمكن لازم يلعبينا شكرا يا حاج أنا برضو حاج ده أنا حبيبك خلص يا زنادي خلص مفيش من يومين كده كان عندنا كبسة محترمة في المنطقة مسكنا فيها ابن المعلم شيحتة ضبور بتاع الجيارة كان جاي يسلم بضع العيال في المنطقة ومنهم تايسهم وزي ما تقول كده ابن المعلم شيحتة ده بقى أصغر عيالهم يرحيلة يعني ما تخلص زيلا انت هتحكي حواديد المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جاب الإخبارين للواد نزل المنطقة الشقدر اللي أنا ما كانش في دماغي حاجة أنا كل اللي كنت عايز عمله إن أعمل النمرة حلوة كده بعد الغلواشة اللي عملها أسليم الله يكحيمه مطرح مراح المهم أطول الجروح فيها حج مالك يا حج ما اطول بلا كمال بقيت حمق كده ليه طول عمرك مالك طويل المهم لما تايسهم قال عقله روحت مصرب للمعلم شيحتة إن هو اللي مسلم ابنه الراجل يا والده الجنن لأن ابنه ربس قضية إيه مزيجة أقل ما فيه عشر سنين يعني شيحتة البابور هو اللي ممعذور ما الراجل يا والده قلبه محروق على ابنه من ناحية ومن ناحية التاني تهزق في السوق يعني لو ما عملش نمرة زي دي مش يقع فيرفع عينه في حد تاني ولا يشتغل الشغلانة دي من أساسه أمن معلم شيحتة بعت رجالته ودبعه تايسه عشان إيش في غليله بس إحنا ملناش فيه ربك يعمل إيه يروح بقى عالسيليم وراتايسه فيلبس هو التهم ويغرز أكتر ما هو غارز وربك بالبنكسرين جابر يا شاكين ليه بس عم الحق الحق أعلان راحتك من الوقت وكمان غرستيلك سيليم أكتر ما هو غارز ورحمتك من نص مليون جليل اللي كان هيلفهم في كرشو اللي بلحق أحق جبتلي الفلوس اللي اتفعل عليها ولا لا ادخل هتلي قهوة بس يا خير يا بشي ايه يا وليد ايه ده ده التقرير بتاع شركة المحمول ايه يا فندم ساعتك مش عارف انا تعبتها اديها عشان اجيبولك بالسرعة دي مش نوع يا فندم ساعتك تقول لي ايه هلقيت الورق ده بالقضية حلوة قوي الورق مطابق تماما نعم يا فندم قول لي وليد بتعرف لطفة والمجد ده ساكن فين بتفتكر يا سلمبي صلاح باشا ده هيصدق كلامك والله انا عملت اللي عليها وحطيته على الطريق مش هفضل بعد مستنيه انا هفضل مكمل زي ما انا او نكمل فين ساعتك احنا لسه واقعين في المصيبة بتاع تايسو اللي مات ده قول له انه باس تحود انا اعصابي بايزة لحد دلوقتي ما لازم افضل ورامل حد ماوصل لحاكل تايسو مات في الستين داي بس لسه فيه اللي عايش اللي بنلعب معاه ترسل ساعتك زناتي زناتي داشتان عشان كده انا سايب هو والود في الصلاة لكن فيه رفاع الود خفيف وممكن نطلع منه بحاجة هام استني انت يا هام حاضر يا اخوي هام معلاش هاباش هستأذلك هني ممكن تتدار وعبال ما شوفوين على الباب بعد ايز باقي هام وشعد والله يا حماد منعرف اخرتها ايه مع ابن السر ما ده انتها قاسي انا مات له الفلوس اللي كان عايزه احره ونرفق التاتو لا لا لسه لسه ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان نعم طبعا انت خسراني حاجة وانا اللي بكوع لا والله يا حماد والله ابتدي تقلق الوحلة زادت حواليها والدمكت اللي هوي طيب سلام سلام حكلمك تاني طيب ادخل في ايه يا بوزي الاخص طيب اوزي حاجي فيه زابط عايزك برا زابط زابط مين ده وعايز ايه بسه الخير حاج لاطفي صلع التوخي بالتفتيش اوامر يا حبيبي يا عمم مين انت نايم ولا ايه لا 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 فيش حاجة انت عامل ايه اصلي كنت معدلي في الحتة كده قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي حبيبي اتنور يا انا وسهلا بيه انا خليك بقى لي فتر مصبتكش من ساعة ما رحت انا وانت للزابط صاحبك ده اللي طلع عالتاله قتلة ده كان يبه حتة مغرز مغرد صحي لا 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 فيش حاجة السيدي لا لا ده بقولك على حاجه احنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدك كده انا كل اما ما قلت ليش حاجة لطفي هيا الكلام ايه ساعتك يعني من ساعة ما جيته انت عمل تتكلم اللي بتتكلم قلت كلام كتير قوي أني كلام فيه بالزبط لا صحيح عندك حق نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك أنه كان موجود في العين السخنة وقته هو الحادث مع أنه تقرير شركة الموبايل بيقول أنه كان موجود في القاهرة وقته هو الحادث وفي نفس المكان وأنه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريباً مساعتين على فكرة بتعندك فكرة على حجمك أن الشهادة الزور جناية حد الله حد الله باشا بأنه من الشهادة الزور ما لرش ولا راحت للشهود اللي قالوا أن ابنك كان في العين السخنة كانت من باب إيه شوى باشا مع أننا الحمد لله ناس معروفين في حدتنا وخيرنا على الكل وأي حد في الحدة هنا يبيبقى عايزة جاملنا إلا أني عايزة أسأل ساعتك سوى الصوير كده مين اللي قال لساعتك أن في حد شيء تزور بطل استعباطة لطفية تقرير بتاع جركة المبايير بيقول كده بس تقرير مع ساعتك ده بيقول إن المحمول هو اللي كان هنا ما قالش إن الواد هو اللي كان هنا يعني إيه مش فاع الحكاية وما فيها إن الواد ابني ضايع المحمول بتاعه هيا المستهترة مش حاسة بقيمة القرش الجيل ده كله كده باشا الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله النمه من العهل آخر لأنه ولد وحيد على بناتها أنا وصاعتك عندك ولد ليك في حالة ثلاثة بسحب طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا إحنا بقى باشا ربنا أدانة ولقينا الموبايل نعمل إيه؟ قومنا واحد بقربية مخصوص ودى الموبايل للولد لغاية العين السخر احنا ما انت عارف ساعة ده في الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقة واحدة من غير الهباب ده هو إيه شي نت وإيه شي شات وإيه شي واتساب أيها البايزة بحيدة عنك يعني أنت الموبايل ضاع ولقته حلال والحلال ما بيضاعش أباشا بس ساعة دك مش هتزدق إحنا لقينا الزاي أصحي الزاي الواد زاناتي زاناتي الأمين اللي شغال مع حضراتكو في الدخلية ما هو من عندنا من حد وقد كهدع وراجل وخدوم هو اللي تصرف ولا إيه الموبايل حتى أساعتك لو رجعت يعني لو رجعت اللي ما أساعتك حتلاقينا متكلمين كتير الليلة دي بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل لين السخر ما لأفوت ساعتك في الكلام كلمات زاناتي ده مع إنه منعدتنا مجدع وخدوم وكده إلا إنه زنان زن النحن قاعد يزن علي قال إيه عشان يضمن حلوة رجوع المحمود شفت ساعتك بقى الحكاية بسيطة وسهلة زي لا فيها رشوة ولا شهد أزور ولا أي حاجة من أساعتك وقتها ما السرح يا باشها اللي محيرني يعني وما سر زيارة ساعتك ليها دلوقتي يعني أنتو سايبين الزبط بتاعك وهربان وشغلين نفسكو بمين بيكلم مين هو من إمتى باشا مكالمات بتليفون بقتهمة إحنا مش سايبين الزبط بتاعنا هربان يا حاجة لاطفي وهنجيبه ورايب قوي الحكاية كلها إن إحنا بنحقق عشان نوصل للحقيقة الحقيقة بينه وده مساعتك هي زي الشمس قصرم في حاجة دان يا باشا أقدر دي ملساعتك جرام ونساعت يا جرام داخل شطح ناطح إيه يا جدا عزبور كده بقولك أنت والدتك بنت حلال وده عيالك يا أخي أنا نفسي كانت هفاني على لحمة راس واسمين أسأل نفسي مين يجي يأكل معايا اللقمة الحلوة دي سبحان الله لقيتك أنت بتخبط على يا جبا تخليك معايا تخبط على الباب هنقعد بقى ناكل لحمة راس واسمين وتاكل الجوهرة اللي أنت بتحبها وتضرب المعاسم الوقت ده شفنا أحودي والله سعادتك سنين به الوقت موسعد والوقت عامل مشاكل كتير في المنطقة وعشان كده سابع ورح منطقة تانية تحيس كده إنه وقت بارد وحشري لا حولها لقاتة إلا بالله اللهم الاعتراض على أمرك يا رب وإحنا نقصين مش كفاء البلاو اللي عملت تتحدف علينا زي النطر له مش بس كده ده كمان رترات بالكلام وكمان رترات قصد يعني سعادتك إن الوقت ده لو كان خد باله من حاجة ما كانش سكن بس برضو اللي احتاجه صاح عندك حاجة طيب والعمل يا سليم بايه؟ احنا لسه ما فوقناش من البلوة بتاع التايسو أقولك يا سليم بايه يعني أنا لما أعوز فيه حاجة كده هجمت في النفوخي قادر أقولها المعليم؟ قادر مخلص أقول ممكن يعني روح لإسم قادر أتطقص لو في أي عواء مش فهم منك حاجة عواء إزاي يا ستحود قصد إن الناس حباي بدول بيبلغونا لو في أي حاملة جاي على المنطقة فلو أي حد مثلا شايل حاجة شمال حطت حاجة هنا بخب حاجة جنب حاجة تحت أي حاجة يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس دي تهجر اعمل كده طيب بالنسبة للأمين اللي اسمه زناتي ده ماله زناتي اعنا كنت متخالصة هتطلع من عنده لطفي لو لطفي بيقول الحقيقة يبقى زنات هيقول نفس الكلام طيب ولو يكذب يبقى أكيد لطفي حيفاهمه يبقى بردو نفس الكلام يعني ساعدتك عايز تفاهمني إن زناتي مالوش في الموضوع خالص لا أنا مش عايز أفاهمك حاجة وأنا شخصان مش فاهم حاجة خالص أنا كل اللي عاوز أحمله دلوقت إن احنا نعمل تقرير وافي عن المجنوعة كلها عن لطفي وابنه وحماد وزناتي ونشأة المحامي وسليم سليم يبقى الحال على ما هو عليه سليم يفضل بالنسبة لنا مكرم ولازم نجيبه أهو يا طنط وأنا الحوجة للست سلمة بقى كده أيوة كده وأنا كنت يعني هيسيبها لحد ما حضرتك تحيني عنيها وتعملي لها أكاونت على الفيسبوك ليش يا ستي ربنا هنساعد بساعدة قولي لي يا فريدة يعني أنا لو دخلت على الصفحة دي الناس كلها هتعرف إن سليم بريق لا طبعا يا طنط المضامش بالسهولة دي لازم الأول يبقى عندك صحابة على الصفحة بتاعتك علشان يقدر يشوفوا اللي انت بتكتبيه وأنا هجيب الصحاب دول منين ما تقلقش أنا مش هسيبه إغلى معلمك كل حاجة أنا مش فهمة أم ما لازمتوا إيه كل ده مانا وفريدة شغالين على كل حاجة حتى لو في خمسين حاجة زي دي عايز أعمل هلم نفسي مش عن طريق حد حتى لو كان انت أو فريدة عايزة ناس كلها تعرف إن سليم ابني فريدة وحتشوفي كلامي معهم حيفر إزاي قولي لي يا فريدة هي الصفحة دي تدخلني على تويتر؟ لا طبعا تويتر ده أكامل تاني خالص غير الفيسبوك بس ما فيش مشكلة أنا ممكن أزبط لك الموضوع ده كمان بس إحنا علينا قوي وبقينا فيسبوك وتويتر وشكلانا كبيرة يعني والله يا أولاد لو في كل حاجة ممكن أعملها عشان الناس كلها تعرف إن سليم ابني بريد هعملها ويا دوبك البت ملك شد تحلها شوية وربنا رزقني برؤية يا سلام على رؤية دي يا بيدي حتة عسل كده والله ربنا خلي قوم لك أبراين اللي أقول لي يا سليم بيه هو أنت لسه ليه مجاوزش فريدة هنم لحد دلوقتي كان زي بلك عندك عادي يا فرحة موارزة يا سليم بيه إيه اللي أمو حاجاتكم بسرعة لازم نمشي من هنا حالك يا جدع ستارجل وبطل شغل النسوان ده وأنا الحق أعلى اللي برسيك عشان لو حصل حاجة 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 زي إيه يعني صراحة التوخ يجي بك يسألك مثلا هاري سود يسألني فيه وليه عادي يا جحش أنت وأنت مش شهد على ستين في القضية وبعدين ما لك ما قال لك كده ليه وقالت لك أنت معزنات يعني في السليم إحنا مش في السليم إحنا في سليم وشكلها تتربى فوق دماغنا ومش خلصانة طب يمسك دول إيه دول دول عشرين ألف يعني كده وصلك خمسة عشرين يعني النص يابا مرضي يلا روح شايز كده وانسى القرف اللي في دماغك ده بقى ما اللي قولك ده حطهم تحت المخان ده أول ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول بس الفلوس دي علاج الفر يبلعب في عبك ده أسألنا أنا ده برضو هيتلح يعني موسعد ما بلفش عنينا ولا هاي لا موزول الساعدتك إنه خد باله من حاجة زي كده بس الحمد لله من ربنا جعله سبب نلحي البلوة دي قبل ما تحصل يعني انت متأكد إنهم نازلين يفتشون لله دي هستحوه ده عايب تسأل السؤال ده ابو خليل يا سليم بيه في حملة هتنزل المنطقة قرب الفجر وهتفتش بيت بيت ومش هتسيب خرم إبرة غير ما تفتش جواك بيقوله ساعدتك إنه في شوية علق رابيين مستخبين في المنطقة وشتل الموضوع كده في قنابل ومتفجرات وحزمان أسفل وبناء وزرق وبناء وزرق وأنا هبقى منطمن عليكم على شروكو بس يلا بينا بسرعة يلا 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 بس يتكالصر يلا يا عمي بعدين يلا